الموضوع الثاني في حلقة النهاردة الحياة موضوع مهمة قوي ويعني إذا جاز لها التعبير يعني عايز أقول أن نسبة الأسئلة اللي بتتبعت لنا فيه وتتبعت لنا شخصيا أو بتتبعت للبرنامج بخصوصه بتتجاوز الستين أو سبعين في المائة وهي عن التغذية يعني دايما عن الأكل فإحنا النهاردة هنتكلم عن تغذية الطفل بداية من العام الثاني من العمر يعني لما الطفل يكون خلص أول سنة بقى ودخل في السنة الثانية في البداية عايز أقول لحضراتكم بعض القوانين أو القواعد الخاصة بالتغذية في العمر دا يعني اللي هو من بعد نهاية العام الأول يلا نقول القوانين دي مع بعض أولا الطفل في الوقت دا ممكن يأكل كل الأنواع مع هذا الفواكه اللي بتحتوي على البزور وطبعا مع مراعاة لما بقول كل الأنواع يعني الأكل أنه يكون مهروز بشكل يسمح له بتحريك الطعام دا على لسانه وبعدين يبلعه بس الحقيقة قبل ما سيب النقطة دي موضوع أنه يأكل كل حاجة دي أنا بقولها آه بس ليها شروط يعني زي أن نوع الطعام نفسه يكون ملائم من الأساس للطفل يعني فيه أطعمة بالمنطق كده ما لهاش علاقة بالأطفال خالص يعني زي الكوارع مثلا أنا بحاول أفتكر يعني أي حاجة فأنا لما بقول يأكل كل حاجة أنا قصدي يأكل من أكلنا بس لما نيجي إحنا بناكل كده أكلة خاصة لا نقف هنا ونقول لا الطفل ملوش دعوة بالأكلة دي تمام ولازم كمان يكون الطاهي بطريقة مبسطة ويكون بطريقة صحية بمعنى إيه يعني أبسط صورة من الأكل يعني الأكل اللي هو النيف ني الأكل المسومية كلش الأكل المسبك يعني والطريقة الصحية أنه هو أن الطفل يأكل الحاجات اللي هي بتفيده زي ما هنعرف دلوقتي ثانيا قانون التاني بقى الغذاء اللي كان مجمد كتير قوي مننا بيحط في الفريزر لحوم أو فراخ أو خضار أو ما إلى ذلك ملائم للطفل أنه يأكله وده بيجاوب على سؤاله هو أن فيه ناس تقول هل هو يعني مناسب محتفظ بقانونة الغذائية ولا لا آآ آآ لما يتم طهيه طبعا بطريقة صحية وطهي كامل يعني يتسوى كويس والأنواع دي بتكون على فكرة محتفظة بقيمتها الغذائية والفيتامينات اللي فيها الحاجات اللي هي المجمدة اللي بتطهى مش اللي جهزة تمام كده طيب ثالث قانون إيه هو أن الوجبات الجهزة اللي كان الطفل بيأكلها خلال الست شهور التانيين من السنة الأولى أو الوجبات سريعة التحضير ممكن برضو الطفل يأكلها خلاص؟ لكن ده بيحصل في بداية السنة التانية بس يعني أول شهرين أو تلاتة بالكتير ليه؟ ده لأن الوجبات دي بتكون قيمتها الغذائية أقل من الأطعامة الفرشة أو المجمدة وبيكون فيها مواد حفظة يعني في أغلبها في مواد حفظة عشان بس نبقى متفقين يعني وفيه أنواع كتيرة منها بيكون فيها نسب عالية من السكر والأملاح وطبعا رغبة الطفل في أنه يأكل معنا ويأكل من الأكل اللي إحنا بنأكله لأنه بيبص علينا وبيبص إحنا بنأكل إيه؟ فبيبعايز يأكل زينا فلازم نكسر بقى قعدة أنه هو بيأكل حاجة لوحده وأنه بيأكل أكل لوحده ولو شكل لوحده وما إلا ذلك طيب رابع قانون إيه في تغذية الطفل اعتبارا من العام التاني؟ المشروبات المشروبات أفضلها على الإطلاق المية أفضل مشروب في التاريخ المية ويليها العصائر الطازجة اللي بتتعمل في البيت يليها العصائر اللي بتتباع في المحلات الغير مضاف عليها السكر وطبعا الفكهة نفسها أفضل من كل العصائر حتى اللي إحنا بنعملها في البيت إن الطفل يأكل فكهة كده مباشرة أفضل وإحنا كنا قدمنا لحضراتكم الحقيقة في حلقة سابقة أعتقد هي حلقة يعني 9 سبتمبر كان فيها جزء كبير قوي في الحلقة عن المية والعصائر واحتياجات الطفل المطلوبة بحسب عمره ممكن حضراتكم ترجعوا للجزء ده في السوشيال ميديا ونبقى بنعمل كده واجب مع بعض جبنا سيرة موضوع تكلمنا عنه فترجعوا أنتوا تفتكروه فتبدأوا تكملوا على الموضوع بتاع النهاردة وهكذا طبعا حضراتكم في مسألة المشروبات لاحظتم أني ما تكلمتش خالص ما جبتش سيرة المشروبات الغازية وده لإنها خطر فعلا على الأطفال غير إنها معدومة القيمة الغذائية ما فيهاش قيمة غذائية خالص ده غير إنها بتحتوي على كم كبير جدا من السكريات والمواد الحفظة ومكسبات الطعم والرائحة وبالمناسبة مكسبات الطعم والرائحة والألوان أنا أحب أقول لكم إن أنا إن شاء الله في الحلقة الجاية هتكلم عن الموضوع ده يعني هتكلم عن الحكاية الحاجات اللي بتوضاف على الأطعمة لتحليتها وما إلى ذلك أو المواد الحفظة أو حاجات كده بتوضاف على الحلويات وحاجات الأطفال حلقة هتزعل ناس كتير الحقيقة بس هتنور ناس كتير برضو لأن المهم هو المصلحة العامة والصحة العامة